موسيقى هلو هلو حبايب الحلوين جوانيو سري عملين اي يا صغيرين هلو هلو حبايب الحلوين يا صغيرين النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الانهريت التريتس in animals الليسون اللي فات اتكلمنا عن الانهريت التريتس بس كان في الهيومن في الانسان المرات دي بقى هنتكلم عن مين عن الانيمال وسبشيال مين الزبرة اخد بالك انت عم ببسترق بسنان وكده اللي هو بيخوفني طب انا مش هخاف طب يلا بينا تعالى نشوف نقول انا عندي يعني بيقول ان الاباء بينقلوا الصفات الوراسية للابناء صح ولا لا برافو وكمان قال التريتس can support the survival of plants and animals يعني دايما التريتس الصفات اللي بيكتسبها دي بتساعده ان هو يبقى متكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها صح ولا لا طبعا لازم يكون ادابتد لها ويكتر تحميه وتساعده ان هو يعيش في البيئة اللي هو عايش فيها دي فوق زنبل يعني تعالى نشوف عندي الزبرة مين الزبرة يقول الزبرة انهريت ستريبس 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 يعني ايه قالك انا دايما نبص للزبرة ده لقيم خطط كده حتى احنا نقول عليه ايه الحمارة الوحشي المخطط ده الابيض في سود صح نبقى زبرة انهريت ستريبس يعني ايه يعني من استفاة الوراسية اللي بياخدها من بابا ومامته انه هو عنده خطوط وحدة سودة وحدة بيضة وحدة سودة وحدة بيضة صحة ولا لا يقول ليه بقى يا ترى بتساعده في ايه ازاي بتعمله ساببورت بتحميه وبتدعمه في البيئة اللي هو عايش فيها قال يعني بيقول ايه بيقول ان الستريبس دي بتحميه من البرز اللي هي الحشرات انها تيجي وتعودوا طب ليه قالك لما الحشر بتيجي تقرب منه تحس بزغللة ايه ده انا عيني واجعتني هبعد معا هنا طب ليه يعني كي واجعتك قصد الخطوط السودة جنب البدر جنب بعضها كده زغللت لعيني خلت عنايا كايني مش عارف فاشوف كويس فابدأ ادور على مكان تاني او حيوان تاني اروح اقرسه ويعني انا مفيش خلاص غير الزبرة يبقى الزبرة حما نفسه ولا لا ايوة حما نفسه ازاي ها حط بوديجارد على جسمه عشان محدش ييجي يقرسه لا كل اللي عمله انه هو اخد صفة وراثية من بابا ومامته اللي هي اللي هي الخطوط اللي موجودة في جسمه دي يبقى الخطوط دي بتحمي ان الحشرات ما تجيش تعدوا وانها تقرسوا يبقى 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 اللي موجودة في جسمه دي بتحمي ايه من الحشرات تيجي وتعدوا ازاي تخلي عنهم كده تزغل ازاي احوال ما يعقش شايف فيحس انه بيدرر هنا لا انا مش مرتاح انا بتضر فيبدأ يبعد عن الحيوان ده ويشوف له ايه زرافة بقى ولا ايه حاجة تانية عضة صح يبقى بيقول انا عندي بقى زبرة has strong and large teeth يعني ايه عنده سنان قوية وكبيرة بتستقلش بيه ده هاي بقى زبرة has strong large teeth and help them pit off and ايه break down the grass يعني ايه يعني بيقول يا سيدي ان السنان الكبيرة الضخمة دي بتساعده على ايه انه يقطم ايه يقطم بيها ويقطع بيها الجرس تمام انه هو ايه يقدر يقطم بيها ويقطع بيها ايه الجرس اللي هي العشاب اللي هو بيها كوي تمام يبقى اخر حاجة احنا اتكلمنا عنها الزبرة تاني نقولها عندي الزبرة عنده انهريت ستريبسيز الانهريت ستريبسيز دي احنا عايزين نعرف هي ازاي بتعمله سببورت ازاي بتحميه ازاي بتدعمه انه هو يقدر يعيش في البيئة اللي هو عايش فيها دي قلنا ان ستريبسيز سم برزز اي سايد سو بريفانس زم فروم بتنج زبرة يعني بيقول ان هي بتخلي البرز دي انها زي تحوال اللي كده او انها لانها تزغلي لانها متبقى شايفة كويس فبتبعد عن ايه الزبرة ده لمجرد بس انهو عنده ايه عنده ستريبسيز دي في موجودة على الجسم زبرة هاز سترونج لاج تيس زت هلب زم بيت اوف ان بريك داون جرس تمام حلو عندي نمبر تو مين هي القرشونة المرقبة طويلة الجيروف الجيروف مالها الجيروف افندي دي قال لك جيروف او سيميلر تو زير بيرنس جيروف انهريت اللونج نك فرام زير بيرنس يعني ايه قال ان الجيروف دي شبه باباها ومامتها اكيد يعني هتكون شبه مين هتكون شبه زبرة مثلا يعني اكيد لا كل واحد بيكون شبه بابا ومامتو صح يبقى يا سيدي ما جفتش جديد ما انا عارف كده اصلا كمان بيقول لك جيروف انهريت لونج نك فرام زير بيرنس يعني يعني بيقول ان الجيروف الارشانة الصغيرة دي اخدت اللونج نك اللي هي الصفة الوراسية طول الرقبة ده من باباها ومامتها ايوة اه طب وده هيفدها في ايه يا طرى ما لازم هيكون بيفدها في حاجة يبقى انهريت لونج نك فرام ايه زير بيرنس يبقى ديته اعتبر انهريت تريت صفة وراثية اخدتها من باباها ومامتها جميل طب بتفدها في ايه يا طرى بقى قالك انهريت تريت هالب لفنج ارجانزم تو هاف زير بايزك نييد زي از اير ووتر فود ان يبقى بيقول ان الصفات الوراثية دي بتساعد الكائنات الحية انها تكون متكيفة مع البيئة اللي هي عايشها عشان تقدر تحصل على الير والووتر والفود وكمان هتقول ازاي يعني هقولك مثلا يعني انا عندي هنا في الجيراف فيها والصفة المميزة اللي فيها ان رقبتها طويلة طب هي رقبتها طويلة ليه قالك ببساطة جدا يعني انت فكر معايا لو رقبتها مش طويلة مش هتعرف تطول الشجرة ومش هتعرف تاكل من الشجرة طب يبقى هتاكل منين يا جماعة مش هتعرف تاكل يبقى هتاكل مايتة من الجوع يبقى تستنى ان حد يجي يأكلها ومفيش حاجة سماية كده يبقى هتموت يبقى دي كده ايه دا كده دا مجل اللي كان حايدة لا احنا عايزين ويفضل عايش ويقدر انه يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها فهيأخذ الانهريت الصفات الورسية من بابا ومامته علشان يكون متكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها ويقدر انه يتغزى ويتنفس ويعيش في مكان آمن وانه هو يحصل على غذاءه ببساطة جدا وبسهولة جدا وما يواجهش اي صعوبات يبقى ببساطة جدا بيقولك ان الانهريت في الجيراف هنا انها عندها لونج نيك دي اخذتها من باباها ومامتها طب يا ترى ليه علشان تتعايق بيها ولا عشان تغيز بيها الحيوانات لأ ببساطة جدا عشان تساعدها انها تير كل من الاشجار طبعا تقدر ترسلها مش هتتسلقها يعني صح ولا لأ فبيقول لونج نيك هلب زام تو ايت فرام تريز يبقى الشجرة الطويلة دي لازم يكون معا ايه عشان حد يطلها لازم يكون هو كمان طويل تمام يبقى لونج نيك هلب زام تو ايت فرام تريز الشجرة للرقبة الطويلة بتساعد الجيراف انها ايه تقدر تاكل من الاشجار طبعا الشجرة مش بتكون يعني في الارض ما بتكون طويلة زي ما انتو شايفين كان الجيراف وقفة بتقولها وطايل ايه الشجرة ليه عشان عندها اللونج نيك واللونج نيك دي تعتبر ايه انهريت تريتز انهريت تريتز انهريت تريتز صفة وراسية اخذتها من بواها وممتها يبقى احنا قلنا ان الجيراف عندها انهريت تريتز اللونج نيك لكن لما جينا كلمنا عن الزبرة قلنا انه عنده كانت الاستريبز دي كانت بتحمي ان البغز متقداش يتعده يبقى ايه زي ستريب كونفيوز صم بغز اي سايت سو بريفانت زي فروم بت بيت زي 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 تمام كده نكون خلصنا listen to يا ربي يكون سهل وبسيط عليكم لو احتجتوا اي حاجة ابعثوا لي في الكومنز انا معاكم في اي وقت و باي باي